إذن التحدي الأول انتهى بتعادل الفريقين نتابع التحدي الثاني معكم اختيار أحد المرميين لتسجيل دون أن تلمس الكرة الأرض نطلب من لجنة التحكيم تدوين ملاحظاتهم حول هذا التحدي وصافرة البداية مع الكابتن حبيب جعفر أحبتي عدنا مرة أخرى والتحدي الثاني في مباراة ولا أحلى ولا أجمل نشاهد ونتابع كتيبة ولاعبين أبناء الداخل أولى الكرات لكن يا عيني سيد علي الليلة أعد العدة يا عيني يا عيني يا عيني أولى الكرات سجلت الكونترول يتواجد الثاني خلاص ما زلنا بالتحدي الثاني لكتيبة ولاعبين أبناء التسعة وأربعين كتيبة الكابتانو هذا مصطفى سلمان بكرة أولى مرت بسلام يا عيني كرة ولا أحلى ولا أجمل الثالثة مرت الرابعة يجب أن يكون ويجب أن تنتابع يا عيني يا عيني بعيدة يا عيني أحبتي ما زلنا مستمرين بالتحدي الثاني يوكد الصقور بالشباك الجانبية في المرمج الصقور يسجلون أولى الكرات يا عيني يا عيني بعيدة 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 الاستعجال على ماذا الاستعجال قل يولد لأخطاء كثيرة يا عيني في المرمج ضرت بسلام بيامان أحبتي ما زلنا مستمرين في ليلة استثنائية ليلة خيالية أمام الأساطير أمام اللجلة التحكيمية أساطير كرة القدم العراقية هنا شاكر محمود وهنا حيدر وهنا كابتانو علي سالم يبحث ويتمنى بأنه شاهد المباراة الاستثنائية أوهو الصقور مرة أخرى حساني 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 ويوسف يوسف لم يسجل يوسف لم يسجل يا عيني مرة شاهدنا معكم التحدي الثاني والذي أيضا انتهى بالتعادل بين الفريقين نقطة لكل فريق